ومهيب الدان لتشكيل نادي سموحة وإن شاء الله بإذن الله في الطريق كمان تشكيل نادي الأهلي ودي التورة مبارح اللي عملوها داخل الأوتال أو فندق الإقامة نادي الأهلي لإحتفال النادي الأهلي بالكومفدرالية عايز أقول لكم برضو خبر دلوقتي حالا من وزارة الشباب والرياضة اللجنة اللي شكلها المهندس خاد عبد عزيز وزير الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك في أزمة الصحفيين قررت النهاردة أن بحصول الصحفيين على كرنيهات عضوية نادي الزمالك أصبحوا محصنين وأصبحوا أعضاء في نادي الزمالك وفي الطريق أن هم بعتين جواب لمجلس إدارة نادي الزمالك بهذا الخبر أصبح كده الصحفيين اللي اتفصلوا أو اتجمدت عضوياتهم أصبحوا بالفعل أعضاء داخل نادي الزمالك وانتهت الأزمة وانتهى الموضوع وأعتقد أن المهندس خاد عبد عزيز يعني ده دي أسرع لجنة شكلت وأخدت قرار وأعتقد أن ده الحقيقة يعني أنا شايفه أفضل قرار لأن أنا قلت من الأول أن الصحفيين ملهمش زم في أي حاجة هم في الآخر دفعوا فلوس وفي الآخر كل واحد دفع فلوس مبلغ كبير وتصرف فيه عشان أصرته تبقى عضو في نادي لو فيه أزمة أو مشكلة في أي حاجة فأصبح أن ما فيش مشكلة أو أصبح أن هو ملوش علاقة بالموضوع وأعتقد بكده يزدل السطار على الموضوع وأعتقد كده خلاص على نادي الزمالك أنه هو يقفل الموضوع ويقبل عضويات الناس بناء على قرار لجنة وزير الشباب والرياضة وكان الحقيقة الناس كانت الصحفيين كانوا يعني كلامهم كبير جدا الفترة اللي فاتت على الكلام مع الموانس خادب عزيز أنه هو يعني لازم يهتم بالموضوع وبالفعل الحقيقة هو الرجل اهتم بالموضوع وإن شاء الله بإذن الله تكون بقية الأزمات والمشاكل تكون محلولة كان المفروض النهاردة المهندس خلد عبد العزيز رايح نادي الزمالك في زيارة ولكن اعتذر نظرا لظروف ارتبطاته أعتقد بحاجة تانية وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه جلسات وتخلص المواضيع كلها مرة واحدة ده زي ما انتوا شايفين هو رجالنا النادي الأهلي تاني وده ده من داخل معصخر النادي الأهلي وده عماد متعب هو في احتمالات إن شاء الله بإذن الله مؤكدا أنه هو حيبدأ النهاردة كابتن واي الجمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي وده قاعة هي داخل فندق الإقامة كابتن على عبد الصادق الحام الشخصيات المحترمة ويقضي بشكل جاي جدا لا يختلف عليه على فكرة أي شيء كابتن اسماعيل يوسف في نادي الزمالك الناحة التانية أيضا من الشخصيات المحترمة جدا 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 والوضع لا يختلف أي شيء عايز أقول لكم برضو موضوع عابل لكنا كنا تكللنا في القصة دي كتير قبل كده بعد ماتش الأهلي بعض الناس أو بعض من العيبة الزمالكوية تلعب تصريحات أو تويتر أو حاجات منهم عمر بن الكابتن اسماعيل يوسف وكان كتب لمدة دقايق تويتر كده وكان جامد جدا وكان موسيق للنادي الأهلي وموسيق ليه ولكن أنا الحقيقة اتصلت بعمر شخصيا عمر الأكون بتاعه أصلا مسروق من يومين واللي بيستخدمه واللي بيكتب عليه ما كانش هو فكان عنده مشكلة في القصة دي اللي كتب وشال مش هو ده مجرد توضيح للأمر أو تبرئة الولد من موقف هو مرتكبوش عشان بس يعني ايه دي حتت عشان أمور تبقى واضحة على فكرة يعني عمر بالذات مش فان ابن كابتن اسماعيل يوسف أو ابن كابتن بريم يوسف لا هم في النهاية تاريخ والأمور هنا بتبقى محسوبة بشكل كبير جدا حقيقة كابتن اسماعيل في نادي الزمالك يؤدي أيضا بشكل جيد وبشكل أكثر من رائع النهاردة ترتيبات النادي الأهلي مختلفة تماما النادي الأهلي النهاردة يستعد بقيله تلت لقاءات حتى يتساوى مع الزمالك وإمبي نادي الأهلي عنده 14 بنت عنده 3 لقاءات بتسعة بنت يبقى كده النادي الأهلي أعتقد لو إن شاء الله بإذن الله كسب التلت لقاءات التلت لقاءات بتسعة بنت تسعة واربعتاشر تلاتة وعشرين بنت ويبقى عنده لقاء النهاردة يوصل ستة وعشرين بنت مع نادي أمبي لو أخذ مبارياته ستريت يعني لو أخذ مبارياته مكسب تماما دي كاميرا الملاعب كاميرا استوديو الحياة موجودة حصري وخاص داخل معسكر النادي الأهلي الحقيقة إحنا هنا على شاشة الحياة بنغطي النادي الأهلي بشكل مختلف الفترة اللي فاتت والناس مشكورة الكابتن علي عبد صادو الكابتن والجمعة والموانس محمود طاهر يعني سمح لنا بكده لأن هم يعلموا كويس جدا إن إحنا نلتزم بشكل كبير جدا بالقواعد نلتزم بتركيز اللعيبة ولكن حق جمهور النادي الأهلي وحق جمهور النادي الأهلي اللي بيحتفل ويشجع اللي ما بيقدرش يروح دلوقتي الاستاذ إن هو يتابع فرقته كل لحظة في كل مناسبة أنت ممكن تشوف الماتش على أي قناة وكل ما دايما بنقولها ولكن اللقطات الخاصة والحصرية والتغطيات الخاصة دي مش هتشوفها غير على شاشة الحياة بس وده زي ما أنتوا شايفين هنا احتفال كان مصغر أدي اللعيبة أدي جريد وأدي وقى الجمعة دي عماد متعب على عبدالصادق احتفاص بالألقاب طبعا للجميع كلهم رموز وكلهم لعيبة كبار جدا وكلهم يقدوا بشكل أكثر من رائع زي ما أنتوا شايفين هنا هون احتفال الحقيقة محترم جدا واحتفال قوي جدا آه برضو الحقيقة يعني من الصحفي المحترمين أحمد أبو طالب الحقيقة مجهود كبير برضو داخل نادي الأهلي ومجهود كبير في تغطية أو ظهور النادي الأهلي بهذا الشكل برضو بنوجه له التحية برضو النهاردة من المتوقعات أو النهاردة ممكن يكون في تشكيل شريف عبدالفضيل ممكن يكون في تشكيل شريف حازم ممكن يبتدي بترزيجيع ماد متعب عبدالظاهر حسام عشور ممكن يغيب حسام غالي النهاردة هيكون موجوب برضو أحمد عبدالعب منعم وحيغيب شريف إكرامي عبدالظاهر النهاردة ممكن أنه يبتدي دي برضو كلها توقعاتنا حسين السيد واضح أنه هو لسه يعني مش مكتمل بعد مصعد عوض هيبتدي النهاردة من المؤكد ده تشكيل الأهلي المتوقع مصعد عوض عبدالفضيل شريف حازم عشور رز ترزيجي عبدالله السعيد عماد متعب وعبدالظاهر زي ما أنا قلت